السلام عليكم تحية طيبة مصدر عليكم في هذه الأمسية سوف نقدم لكم جمعة من أو بالأحرى نقدم لكم اسم لعائلة بأكملها تحصلت على الجنسية الفرنسية وهذه الأسماء أو المصدر الخاص بها سيد نوميناتيف دي فامي دي ناتوراليزي فرنسي وعائلات لأشخاص تحصلوا على الجنسية الفرنسية ورهم تم تسجيلهم كما يقولون أفراد لعائلة فرنسية معتا أنهم تحصلوا أيضا معها على الجنسية الفرنسية هنا الاسم في هذه الأمسية لعائلة عماري أحمد بن يحيا من 19 أبريل 1889 15 أبريل 1887 هذا الأب أما الإبن الأول عماري ساعد بن محمد 16 دي سنة 1924 الشخص الثالث هو بنته بار بكري برخي بنت محمد الاسم الثالث والذي يمكن أن يصحح لي الاسم الثالث هي فاطمة بنت محمد أيضا 20 جوية 1936 أيضا الاسم الثالث هو وردية بنت محمد كما أنه 10 فبري 1939 و أخيرا في هذه القائمة فاطمة بنت عمر وهذه تكون زوجة في عمارات 12 ثالثة وردية في عمرات السنين في تاريخ الجيل هذه الجنسية طبعا نقول لكم بل في بعض الأحيان يتم تغيير الأسماء بشيء غير إراضي مثلا كان يشوفوا اسم الأب هنا عماري أحمد بن يحيان هنا وليده لا يقولوا عماري بن أحمد يقولوا سعيد بن محمد محمد ثاني مثلا فاطمة بنت محمد أو بالأحرى الاسم الأصلي للأب هو أحمد يعني يشوفوا نفس السجل نفس الورقة نفس الشخص يكتب الاسم كان يقولوا اسم عماري أحمد يكتب عماري أحمد ونحن العرب يقولوا سعيد بن أحمد هو لا يكتب من محمد لأن النطق العربي والنطق الفرنسي في الكتابة لذلك هنا تعرفوا كيف يستطيع أن تفعلوا حتى إذا كان خطة أحمد حاولت البلاك تلقى محمد لذلك نكملنا هذه الأمسية يمكن أن يتواصل على رقم الجزاء العاصمة 05468634 مكتب بجاية 0575690423 يمكن أن يتواصل مباشرة على مكتب فرنسا كيف يمكن أن يتواصل على الإيميل دعنا نبيل فرنسا 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 وصلنا إلى نهاية هذا العدد هذا الفيديو هذا اليوم إن شاء الله تكونوا استفتوا معايا ماذا بكم تبارتجيو ولربما هذه العقل لأولا أبنائهم لأحفادهم هم رحين يوصلوا إلى نتيجة ويعرفوا أن أباهم جنسوا شكرا لكم للمتابعة ونطلقوا في ساعة الخير شكرا لكم